باستثناء استخدامك للأسئلة المفتوحة من المحتمل أنك بحاجة إلى التحقق والحد من عدد إجابات الأشخاص التي يمكن أن تعطى لأسئلتك. يسمح لك التحقق من صحة البيانات بتحديد قيود على الأجوبة المتاحة لأفراد العينة. يستخدم التحقق من صحة البيانات عادة لمنع المستخدمين من إدخال بيانات غير صالحة. يستخدم التحقق من صحة البيانات غالباً لأسئلة نعم أو لا، الخيارات المتعددة، المقاييس. ينبغي أن يستخدم التحقق من صحة البيانات في كل الأسئلة الديمغرافية. لا تستطيع استخدامه في الأسئلة المفتوحة ولا ينبغي عليك القيام بذلك. لنلقي نظرة على هذا المثال، هذه مجموعة من البيانات تضم إجابات على نموذج ملاحظات ورشة عمل استخدمناها في School of Data. أريد إجراء تحليل بسيط بين الجنسين على هذه البيانات. قبل الغوص في التحليل، دعونا نلقي نظرة على إجاباتنا. يبدو أنه هناك اختلاف بتهجئة الناس لجنسهم. كتبت كلمة أنثى أربع أو خمس مرات كتابات مختلفة. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة إلى تحليله؟ دعونا نحاول تلخيص بيانات الجنسين باستخدام جدوى المحوري. يمكنكم أن تتعلموا أكثر حول استخدام الجدوى المحورية في دورتنا تنظيف وتحليل البيانات للمبتدئين. وبالتالي، يمكننا أن نرى بوضوح كيف يؤثر اختلاف التهجئات على تحليل للبيانات. لاستخراج المعلومات حول النسب المؤوية للذكور والإناث المشاركين، يجب علي أن أمضي الكثير من الوقت لتنظيف هذه البيانات. لكن ماذا كانت المشكلة؟ دعونا نلقي نظرة على أسئلة الاستبيان. كما ترون، يبدو السؤال عن جنس المشارك وكأنه سؤال مفتوح. لذلك عندما قام الأشخاص بملء هذا الاستبيان، دونوا الإجابة التي اعتقدوا أنها جيدة. لكن الجنس نمط مثالي لمتغير يمكن أن يأخذ عدداً محدداً من القيم التي ينبغي أن تكون محدودة. لذلك دعونا نقوم ببعض إجراءات التحقق من صحة البيانات. انظر الآن كيف يسمح للأشخاص بالاختيار من بين هذه الإجابات الثلاثة فقط. هذا ينتج بيانات نظيفة وجميلة يمكن تحليلها على الفور. إذن تذكر التحقق من صحة البيانات هو أفضل صديق لك عند تصميمك لاستبيان ما، ويمكن أن يوفر عليك الكثير من الوقت عند تحليلك للبيانات.